في زيارة خاصة للشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله بمصاحبة رفيق دربي لنستشيره في برنامج علمي لإحدى حلقات التحفيظ قال لنا كلاما آن الأوان لنشره بين رفاق الدربي ومصلحي العصر بعد أن انتهينا من الاستشارة قلنا له أوصنا شيخنا فقال يا ولدي ثغور الأمة اليوم كثيرة ولكن المجاهد في سبيل الله هل يستطيع الجمع بين جهاده وبين تربية طلابكم في الحلقات قلت لا قال أنت في إشرافك في الحلقة وبناء الأجيال هل تستطيع أن تقوم معها بالجهاد مع المجاهدين قلت لا قال يا ولدي فالأمة تتناوب وكل على ثغر وسيسأل الله كل واحد منا عن الثغر الذي مكنه منه يقول الشيخ أما أنا فقد سلكت طريقا في الدعوة والمناصحة وبذلت في ذلك نفسي وسيسألني الله عن هذا الثغر فأسأله الإعانة واعلم يا ولدي أنكم في حلقاتكم سيسألك الله عن الثغر الذي أنت عليه فرضي الله عن شيخنا كم أزال بكلماته اللبس ووضع النقاط على الحروف وجب علي اليوم النصح لإخواني المصلحين الذين بدت عليهم بوادر التفلت من طريق الإصلاح ركونا إلى الدنيا أو خوفا من مجهول أخذ طريق وماء العين لما نقض تعقدك مع الله لما تركت ثغرك فارغا وكأن الأمر خيار لا فرض إن لم يكن الثبات على ثغور الأمة اليوم فرض فمتى سيكون يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا الهجمة اليوم ليست من فئة فحسب بل جميع أمم الضلال قد واجهتنا فليس لنا إلا الثبات والله إنه مما يمزق القلب أن نرى رجالا قد تنكبوا الطريق كنا نراهم من القدوات الأخيار حب الدنيا أسكت عن الحق رجالا كنا نعدهم من الأولياء وسادات العلماء حب الدنيا خذل كثيرا من المصلحين عن معالجة تنشئة جيل الأمة الصاعد حب الدنيا قد أسكت كثيرا من أهل الإنكار بحجة المصلحة والحكمة أي حكمة والأعراض والدين والرجولة بدأت تتآكل ونحن ننتظر رأي حكيم الزمان وطائفة قد أهمتهم أنفسهم أشغلتهم همو دنياهم حتى نسوهم أمتهم أخشى أن يكونوا ممن كره الله بعاثهم فثبطهم يا ذنب الله يا رفيق الدرب أعتذر لقسوة العتاب ولكن الطبيب إذا عالج أوجع لقد قضت سنة الله أن من رغب عن خدمة دينه ابتلاه الله بخدمة الخلق حتما والعاقل فضلا عن المؤمن هو من يختار أعلى الهمتين وأشرف الخدمتين إذا زارك هاجس التآمر مرة فافتح كتب السير وعش قصص الرجال الأوفياء تأمل بلالا تحت الصخرة وبلالا وهو يؤذن على منارات الشام تأمل عمارا يشهد استشهاد أمه وعمارا وهو والي الكوفة تأمل البيت الحرام وحوله ثلاثمائة وستون صنما تعبد ومكة والجيش الفاتح يملأ أرجاءها توحيدا وخذها إصلاحية من عالم عامل كلنا بإذن الله سيشهد انتصار الحق وظهور أمة الإسلام ولكن إذا جاء ذلك اليوم كل منا سيراجع نفسه هل كان شريكا في نصرتها أم خاذلا لها والعاقبة للمتقين وليكن همك كما سطر العشماوي أصد جيوش الوهم عني وفي يدي حسام من الإيمان بالله ضارب وما أنا ممن يسرق المال لبه ولا أنا ممن تستبيه المناصب أسير في درب الصلاح مواكبي إذا طوحت بالسائرين المواكب وأحمل في كفي راعا أسله على كل فكر ساقط وأحارب فلله وجداني ولله نبضه ومن أجله أرضى وفيه أغاضب والعاقبة للمتقين